ببعض النصائح والإرشادات التي نقدمها لكم للتلاميذ المقبلين على شهادة الباكالوريا نقول برك أنه الامتحان هذا ما هو إلا امتحان عادي تجريبي نقوم به متعودين تقوم بهذه الامتحانات فقط أنه العامل النفسي يلعب دور هنا لازم التلميذ هذا يكون في حالة مرتاح نفسيا لازم نبتعدك على كامل العامل المشتتة للأفكار لازم تركزوا في الفترة الأخيرة أنتو مركم مقابلين على امتحان مصيري يجب الابتعاد عن جميع المشتتات للأفكار نركزوا فقط في إعادة الدروس على شكل مخططات على شكل خراءة ذهنية على شكل دروس ملخصة ملخصات بسيطة لإعادة التذكير فقط والتوكل على الله وإعادة جميع الدروس التي قمت بها والتركيز يوم الامتحان إن شاء الله يجب اختيار أحد الموضوعين الموضوع الذي ترى سهل تختاره من حيث الأجزاء التعو ثلاثة من حيث تمارين التعو إذا كان في المتناول التعاك إذا كان درسته من قبل إذا حاولت فيه في تمارين ودرست هذه الأفكار ما من قبل وأيضا تلاميذ اللي لازم يكونوا حذرين ومهتمين أيضا بقراءة التعليمات التعليمات لازم يكون تنميذ مفهوم يفهم المقصود التحى تحديد الدروس تحديد والتنظيم الأفكار نكتبوه في الورقة المحاولة جميع الأفكار اللي يجب أنه نتطرقوا لها في حل الموضوع بالإضافة أنه هذا الموضوع البكالوريا يكون إن شاء الله في متناول الجميع وشكرا ترجمة نانسي قنقر